مرحبا بكم اليوم سنشاهد فيديو ممتعا عن التماسيح وهي تتربص بهدوء في المياه الموحلة أجسامها القوية وأفواهها المليئة بأسنان حادة تنتظر اللحظة المثالية للانقضاض على فريستها وأسماك القرش مفترسات بحرية بأسنان حادة وحاسة شم قوية يمكنهم تمزيق وسحق عظام فرائسهم عندما يهاجم كل قاتل في العالم البري يجب أن يذوق الموت تعلق ذراع لانجر الرمادية بأسنان قدح أو تمساح بينما كان يشرب الماء واستمر القتال لمدة ساعة البروتين والدهون الصحية الموجودة في البيض قدمت دفعة كبيرة للنظام الغذائي ثانياً أسماك القرش تغذية سمك القرش الهيجان رائعة ومخيفة مشهد العشرات من الحيوانات المفترسة تقطع وتمزق فرائسهم بشفرة الحلاقة تعد أسماك قرش الثور من بين أكثر أسماك القرش فتكاً على الإطلاق سواء بالنسبة للبشر أو لأسماك القرش الأخرى ولديها أنظمة حساسة للغاية للكشف عن الفرائس إذا لم تتمكن الفقمة من رؤية سمك القرش فلديها فرصة ضئيلة لتثبيت أسنان سفلية على الختم بينما 12 في الأعلى يعض سمك القرش ثالثاً الأفعى الجرسية تتمتع الأفعى الجرسية بسمعة خطيرة ولكن التهديد مبالغ فيه تريد الأفعى الجرسية منك فقط أن تتركها بمفردها وتمنحها ولادة واسعة وسوف تفعل الشيء نفسه ولكن إذا كانت الأفعى الجرسية موجودة من المفاجئ أنها قد تضرب دفاعاً عن النفس سمهم سام بشكل رهيب يهاجم كلاً من الدورة الدموية والجهاز العصبي النهج ذو الشقين الأول الألم الحارق حيث تنتفخ السموم الهيموتوكسية وتتسبب في حدوث كدمات وتقرحات في موقع اللدغة رابعاً الكوالا ينام الكوالا لمدة تصل إلى 22 ساعة يومياً بسبب نظامهم الغذائي المنخفض التغذية يجب على الكوالا الحفاظ على طاقتهم يقضي الكوالا حوالي 10% من يومه في الأكل وحوالي 90% من وقته في النوم الكوالا تأكل أوراق الكينة فقط وتأكل من واحد إلى واحد ونصف رطل من الأوراق كل يوم سوف يأكلون لمدة ثلاثة إلى خمسة ساعات في الليلة يوجد ماء في الأوراق لذلك لا يضطرون عادة إلى البحث عن الماء على الأرض غير الآمنة لهم يستغرق الأمر ساعات طويلة والكثير من الطاقة لهضم أوراق الكينة ولهذا السبب يستريح الكوالا لمدة 18 إلى 20 ساعة يومياً خامساً نحلة الطنانة يتخلى الدب عن عشه ويمسك بقطع كبيرة ويبتلعها كاملة مع الرحيق الحلو الذي يلتهم يرقات الشرانق والنحل الطنان بعض مجموعات النحل الطنان في انخفاض وهي مأساة لأنها من بين النحل القلائل القادر على التلقيح الطنان النحلة الطنانة بيضاء الذيل تبحث عن الطعام على سالفيا ترجمة نانسي قنقر